الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء أهلا بكم استشهاد الشاب محمود أبو عيهور 27 عاما متأثرا بإصابته خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمال الخليل النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي وصبح عماد صبيحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتال بنت يصل اليوم الخميس إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة رئيسها محمد بن زايد وهي الزيارة الثانية منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين البلدين الجزائر تحضر كل الواردات من إسبانيا نظرا لإعلان الحكومة الإسبانية دعم المغرب في قضية الصحراء انستجرام يعلن عن ميزات جديدة ستهم الملايين من مستخدميه أبرزها ميزة استعادة المنشورات المحذوفة نهاية الموجز في أمن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة